ينضم إلينا من واشنطن موفد التلفزيون العربي إلى هناك أحمد خيردي مرحبا بك أحمد تفاؤل في واشنطن بأن تحد إيران من ردها على إسرائيل وفق مصادر في الخارجية الأمريكية ما مصدر هذا التفاؤل وما آخر الحديث الأمريكي عن احتمالات الصفقة أحدث ما نشر محمد هو الإشارة من واشنطن بوست نقلنا عن مسؤول دفاعي لم يكشف عن هويته إلى إرسال غواصة إلى منطقة الشرق الأوسط تحديدا عبرت من البحر الأحمر لتضاف إلى حاملات الطائرات وكذلك السفن الحربية الموجودة في المنطقة رسالة جديدة بحشد من الولايات المتحدة التي تلوح كذلك عبر المتحدثين باسمها بأنها جاهزة للدفاع عن مصالحها ولدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه ما تصفه بهذا الهجوم التي تعتبره على لسان المتحدثين باسمها بأنه غير قانوني وغير شرعي إن جرى هذا بالتزامن مع محاولات دبلوماسية عبر هذا الحشد للبيانات التي تخرج أحدثها هذا البيان الذي صدر اليوم بعد اتصال ما بين الرئيس الأمريكي وقادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا الذي انتقد أي هجوم أو أي تحرك من إيران وكذلك أشار إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار وتبادل المحتجزين وإصال المساعدات إلى قطاع غزة أملا في خفض التصعيد هذا بالتزامن مع الإشارات إلى وصول عدد من المسؤولين الأمريكيين أو جدولة وصولهم إلى المنطقة أملا في بدء ما قالت الولايات المتحدة إنه اجتماعات تحضرية تصر على أنها ستحدث قبل موعد الرابع عشر أو الخامس عشر من أغسطس المحدد في البيان الأمريكي القطري المصري بشأن التفاوض اليوم تحدث جون كاربي أيضا لصحفيين عن أن هذا الموعد سيجرى في موعده وأشار إلى أنه يتوقع أن تشارك حركة حماس رغم مصادر من بيان للحركة عن موقفها من جولة التفاوض الأحدث محمد شكرا لك أحمد خير الدين موفدة تلفزيون العربية إلى واشنطن شكرا لك